الجيل ده عمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف درس التاريخ والجغرافيا والجيل اللي ما شفش جيل من جماهير النادي الاهلي الشباب الصغير لسه طالع اللي ما شفش من أجيال النادي الاهلي غير الجيل ده احفظ ده كويس عشان تعلمه للي بعدك النجوم دي اللي بتلعب من غير جماهير في المدرجات اللي بتلعب في مسابقة ضعيفة جدا في مسابقات المحلية مسابقة تقريبا يعني خالية من كل مقاومات الجذب لا تنظيم ولا جمهور ولا تحكيم ولا اي حاجة الجيل ده بالذات الجيل ده بالذات عمل ايه؟ الجيل ده رفع سقف الطموح والتحدي رغم كل المعاوقات دي ورغم انهم الحقيقة كمان عشان يمكن شوية يكونوا جيل السوشيال ميديا الجيل اللي قبلهم جيل وليد سليمان والجمعة وتريكا طبعا احنا بنتكلم من اول 2006 طبعا مع العبقاري مان والجوزي 20-21 بيتسو موسيماني 23 مارسل كولر دول اجيال النادي الاهلي اللي وصلوا او اللي حطوا الاهلي في مصاف الاندال العالمية تعالوا تشوف النهارده الجيل ده اخر جيل عمل ايه؟ ازاي الجيل ده سيطر سيطر انت ممكن تفوز مباراة في كاس العالم وما تشين في كاس العالم يتقال عليك حظ يتقال عليك توفيق يتقال عليك زي ما يتقال لكن الجيل ده سيطر على تلتين الكرة الارضية يعني ايه سيطر على تلتين الكرة الارضية حدتك؟ يعني الجيل ده على مدار مشاركاته ما تقدرش تقول إن فيه فوز كان صدفة نتكلم على أبطال قراط نحن نتكلم على فريق بيلعب في بطولة بيشارك فيها أبطال القراط ننزل بالخريطة ونشوف التاريخ والجغرافيا بيقولوا إيه التاريخ والجغرافيا بيقولوا إنه الأهلي طبعاً هو البطل الأوحد لقارة إفريقيا وهو اللي مسيطر على كل ألقابها واللي بعيد عنه أو أقرب منافسيه بعيد عنه ببعيد قوي يعني فوارق كتيرة جداً لا سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى العلاني فقارة أفريقيا قريدي أخضعناها تحت السيطرة نروح للأوكيانوسيا اللي هي بيقولوا عليها ضيف شرف دايماً ودي فيها مبدئياً يعني أستراليا ونيوزيلاندا كدولتين كوبار شوية ومعهم مجموعة جزر بقى غينيا الجديدة وفيجي ومش عارف إيه في النهاية أوكيانوسيا ممكن تكون أضعف أبطال القراط الأهلي طبعاً في كل مواجهاته سيطر على قارة أوكيانوسيا أو إقليم الأوكيانوسيا أسيا الجيل ده عمل إيه؟ جيل ده واجه أربع أربعة من فتاح الكرة الأسيوية أسيا بقى اللي فيها كوريا واليابان والسعودية والإمارات وقطر وإيران واليابان كل اللي أنت عايز تقوله قوله فيها دول عندها إمكانيات رهيبة يعني إمكانيات نادي فيها ممكن تتجاوز إمكانيات كل أنديات قارة أفريقيا الأهلي قابل أربعة من فتاح الكرة الأسيوية الدحيل على أرضه وبين جمهوره وقبل المواجهة في بطولة كبس العالم تقال كلام كتير جداً عن الفوارق اللي تلغت والفوارق اللي تتمحت وإنه ما بقاش فيه كرة في مصر ففاز الأهلي على الدحيل القطر الهلال السعودي اللي تقال قبله أنه الأهلي هرب من مواجهة الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي فكانت المواجهة بين الأهلي والهلال وكانت النتيجة ربعية قصية وميدالية برونزية جديدة فريد الثالث هو اتحاد جدة قبل البطولة دي ما تبدأ اللي دعم صفوفه بكتيبة من النجوم عشر محترفين بيلعبوا في صفوف اتحاد جدة قيمتهم التسويقية قد أول خمس أو أكبر خمس أندية في قارة أفريقيا دي قيمة تسويقية بتاعت الاتحاد السعودي كريم بن زيمة وانجولوكانتي ورومارينيو وكورنادو وجوتا ولويس فليبي ورومارينيو وإحمد حجازي اللي محترف في النهاية برضو فكانت السلسية صعيقة ثم أورا وردز الياباني في مبارات الثالث والرابع فكانت الهزيمة اللي وضحت قد إيه فيه فارق كبيرة جدا جدا بين الأهلي وبين الكرة الأسيوية مهما كان حجم خبراتهم ومع كامل احترام الأشقاء طبعا مهما كان حجم إمكانياتهم لكن اللي يشوف تصريحات جمهور الاتحاد السعودي مثلا قبل مبارات الأهلي وتصريحاتهم بعد مبارات الأهلي يعرف أنه الأهلي هو بعض قارة أسيا وأن الفوارق كبيرة جدا بين عملاق أفريقيا وأي نادي في أسيا مهما كانت إمكانياته يبقى وقيا نوسيا وأسيا تحت السيطرة نروح لكونكا كاف وكونكا كاف دي مش بس أمريكا الشمالية يعني أنت ممكن تعتقد أنه كونكا كاف دي بطولة بين تلات دول أمريكا ولاية المتحدة أمريكية كندا المكسيك لا قصة أكبر من كده بكتير كونكا كاف داخل فيها مجموعة دول تانية آه مش قوة عظمة لكنها حجم المنافسة فيها مش قلي تتكلم على تلات دول رئيسية هي أمريكا والمكسيك وكندا ومعاهم بيرو ومعاهم جواتيمالا ومعاهم خمس ست دول تانية تقريبا ده بطل الكونكا كاف للأهلي قابل منه تلات أبطال وتلات أبطال تلقوا هزيمة على يد المرض الأحمر آخرهم طبعا كان مونتري المكسيكي وآخرهم كان سياتل ساوندرز الأمريكي ومن قبله مونتري المكسيكي ومن قبلهم تلاب ليون أربع قرات ما فيش حد فيه أبطالهم قدر يتفوق على الأهلي وبتكلم تحديدا على الجيل ده بتكلم كلمين واضح وصريح على الجيل ده الجيل ده اللي أخضع أبطال أربع قرات أو أخضع أربع قرات بأنديتها مكتملة تحت السيطرة حتى في أمريكا الجنوبية رغم أن يمكن الكافة ميل لصالح أمريكا الجنوبية ثلاثة فوز لأنديت أو أبطال الكوبة لبرتادورس على حساب الأهلي في مقابل فوز وحيد لكن حتى في الثلاث مطشوات اللي احنا خسرناهم كنا الأفضل وكنا الأقرب وكان لو حاجات كتير صغيرات غيرت كانت ممكن جدا القرى دي كمان تخضع للسيطرة فوزت على بالميراس مرة وخسرت قدامه مرة في ظروف كانت صعبة جدا على الفريق لسفر البطولة من غير معظم نجومه وخسرت من فلامينجو في مباركة متقدم فيها وكانت تقارب للفوز لولا سوق التوفيق ولولا حكم المباراة وكلنا شفنا مباراة فلومينينزي والفرص الكتير المؤكدة والمحققة اللي قدر يصنح النادي الأهلي بقى لأنه كتير الحقيقة حتى من معلقي مباراة المركز الثلاثة والرابع قالوا أنه الأهلي كان الأحق والأجدر بالتتويج هو الجيل ده اللي رفع سقفة محاب جباهير النادي الأهلي للدرجة اللي كانت مش راضية قوي ومش مبسوطة قوي إنها بتلعب تالت ورابع في بطولة كاس العالم للأندال ومطلوب مننا وهيحصل طبعا إن إحنا نقفل صفحة كاس العالم ونروح لصفحة السوبر المصري عندنا مباراة بكرة قدام سيراميكا قد طبعا يعني أنت احسب كده عدد ساعات سفر إحنا ما عدناش نص الموسم لسه إنت لسه بالأجندة ما عددتش نص الموسم ابتديت في الإمارات أعتقد في مواجهة اتحاد العاصمة سفرت تنزانيا لعبت سيمبا في الدور الأفريقي سفرت جنوب أفريقيا سفرت سعودية وبتسافر الإمارات دي رحالات المكوكية رحالات ابن بطوطة اللي بيعملها فرين نادي الأهل